بعد تردد أنباء عديدة عن قرب البدء في تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا عاد مشروع مترو الأنفاق في العاصمة السورية دمشق إلى الواجهة من جديد حيث كشفت المصادر عن معلومات مفاجئة حوله فما القصة؟ التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الحديث عن مشروع مترو أنفاق في العاصمة دمشق قد عاد إلى الواجهة من جديد في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن قرب تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا قيمتها مليارات الدولارات وذلك في الفترة القريبة المقبلة وبحسب تصريحات المصادر فإن هناك شركة أجنبية تابعة لدولة صديقة لسوريا تنتوي افتتاح العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات في سوريا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والخدمية والسياحية وغيرها ومن أهم القطاعات التي تعتزم الشركة الاستثمار فيها هو قطاع النقل حيث ترى الشركة أن إطلاق مشروع مترو الأنفاق في العاصمة السورية دمشق يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها سوريا وحول تلك المشاريع وموعد الإعلان الرسمي عنها أشارت التقارير إلى أن المرحلة الحالية تشهد استعدادات على قدم وساق من أجل البدء في تنفيذ تلك المشاريع في الفترة القريبة المقبلة حيث يسعى الجميع من أجل أن تخرج تلك المشروعات للنور في أقرب وقت ممكن وتتضمن تلك المشاريع التي يتم العمل عليها مشاريع في قطاع النقل والخدمات المدنية ومشاريع مهمة في مجال إدارة النفايات ودعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا وبحسب التقارير فإن مشروع التحول إلى النقل الأخضر يعد من أهم المشاريع التي تحظى باهتمام الجميع في سوريا وذلك لأن جميع وسائل النقل ستعمل على الطاقة الكهربائية بدلا من المحروقات وحول موعد طرح ذلك المشروع قالت المصادر إنه ربما يعلن عنه خلال الفترة القريبة المقبلة رأى الخبراء أن تلك المشاريع التي ينوى تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة من المتوقع أن تحدث نحظة كبيرة في الواقع الاقتصادي والخدمي سواء في العاصمة السورية دمشق أو في بقية المحافظات السورية حيث أن العديد من تلك المشاريع لسيما البيئية والتنموية والتي تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة سيتم تنفيذها من خلال التشاركية بين القطاع العام في سوريا وبين الشركات المستثمرة المتجددة وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي يؤكد فيه مهندس سوريا حيث أن العديد من تلك المشاريع لسيما البيئية والتنموية والتي تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة سيتم تنفيذها من خلال التشاركية بين القطاع العام في سوريا وبين الشركات المستثمرة وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي يؤكد فيه مهندس سوريا على أهمية تنفيذ مشروع متر أنفاق دمشق بسبب تفاقم أزمة المرور في العاصمة السورية حيث أن ذلك المشروع لو تم تنفيذه سيعمل على تخفيف الإزدحام بشكل كبير وبحسب الدراسات الأولية فإن مشروع متر الأنفاق في دمشق لو نفذ فسيتكون من 16 محطة بطول 17 كيلو متر في مرحلته الأولى وسيمتد من منطقة معظمية الشام غرب دمشق وصولا إلى منطقة القابون شرق العاصمة السورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر